تقف إسرائيل أمام أكبر معضلة عسكرية في صفوف جنود الاحتياط فهي لم تشهد يوماً هذا العدد من المتخلفين عن الخدمة منذ تأسيسها ألفا جندي احتياط تغيبوا عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في غزة من دون أي إذن أو سابق إنذار وفق صحيفة يديعوت أحرنوت حتى إن هؤلاء لم يكترثوا للعقوبات المشددة على تلك الخطوة التي تتمثل في حبس عسكري لثلاثة أيام عن كل يوم غياب ورغم أن الكثير من جنود الاحتياط لم يكنوا أصلاً جزءاً من القوات النظامية وتطوعوا بمبادرة شخصية للقتال إضافة إلى أن عدد المتغيبين لا يتخطى واحداً في المئة من إجمالي من تم استدعاؤهم للحرب فإن فرار هؤلاء الجنود وفق الصحيفة يثير مخاوف عدة في الداخل الإسرائيلي من تزايد عدد المتخلفين عن الاستدعاءات خلال الفترة المقبلة وما يؤجج تلك المخاوف أكثر هو إشارة الصحيفة إلى طرد قائد أركان الجيش ضابطين إسرائيليين في الخدمة بعد هزيمتهما مع سرية من الجنود أمام حماس شمال غزة إلى أن الضابطين برروا انسحاباً سرية إلى عدم تلقيها مساعدة ودعماً نارياً في مواجهة عشرات المقاتلين من حماس الذين نصبوا لهم كميناً لكن حادث الطرد لم يمر مرور الكرام فبحسب يديعوت أحرنوت تسبب ذلك في أزمة الثقة داخل الكتيبة التي تتبعها السرية بعد تضامن نصف الجنود مع الضابطين المطرودين ورفضهم العودة للخدمة في غزة وعليها تتخوف تل أبيب من إمكانية حدوث خلل في صفوف الجيش خاصة وأنها استدعت ثلاثة أربع قوات الاحتياط البالغ عددها أربعمائة وخمسة وستين ألفاً منذ اندلاع الحرب